السلام عليكم عزيزي طلاب وطالبات الصف الأول المتواصل نلتقل اليوم بإذن الله تعالى مع نموذج اختبار لمادة المهارات الرقمية للفصل الدراسي الثالث لعام الدراسي 1445 هجرية والسؤال الأول ضع المصطلح المناسب أمام التعريف المناسب له ولدينا هذه المصطلحات بيئة فكس كود في آر والواقع الافتراضي والنظام الإحدافيات ومايكروسوفت باور بوين وحدد هدفك بدقة التعريف الأول يعد أحد أهم برامج العروض التقديمية والذي يمكن استخدامه لعرض أفكارك ومشروعاتك في المجالات المختلفة هذا هو المايكروسوفت باور بوين التعريف الثاني منصة برمجية قائمة على استخدام اللبنات البرمجية ومدعومة من سكراتش وذلك لبرمجة الروبوت الافتراضي ما هي هذه المنصة هي بيئة فكس كود في آر ثلاثة هو محاكاة مشابهة للعالم الحقيقي هذا هو تعريف الواقع الافتراضي أربعة نظام مرجعي يستخدم أو يستخدم الأرقام لتحديد موضع نقاط محددة في مخطط معين ما هو هذا النظام هو نظام الإحدافيات أحد النصائح لإنشاء عرض تقديمه مميز من هذه النصائح حدد هدفك بدقة ونتقل بعد ذلك إلى السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة بوضع علامة صحة عند الإجابة الصحيحة تعد دالة نقط هي أكثر أو من أكثر الدوال لشيوعا في برنامج مايكروسوفت مايكروسوفت اكسل هل هي دالة الف أم آي اف أم دالة اف آي الدالة الأكثر شيوعا هي دالة اي اف في برنامج اكسل هي دالة اي اف هي الأكثر شيوعا اثنان المخطط الذي يستخدم لإظهار البيانات التي تتغير بمرر الوقت هل هو المبعثر أم الخطي أم الدائري هو المخطط الخطي هو الذي يستخدم لإظهار البيانات التي تتغير بمرور الوقت ثلاثة في العرض التقديمي يعتمد تحديده على الموضوع الذي تريد تقديمه عدد الشرائح أم عدد الصفحات أم عدد الفواصل عدد الإجابة الصحيحة هو عدد الشرائح عدد الشرائح هو يعتمد تحديده أو تحديد الموضوع الذي يريد تقديمه على عدد الشرائح أربعة من طرق البرمجة في فكس كود في آر استخدام اللبنات البرمجية أم استخدام القوالب البرمجية أم استخدام المفكرة من طرق البرمجة في برنامج أو في فكس في آر كود في آر هو استخدام اللبنات البرمجية خمسة يوجد مستشعر الجيروسكوب في الجزء الخلفي من الروبوت أم الأمامي من الروبوت أم السفلي من الروبوت مستشعر الجيروسكوب في الجزء الخلفي من الروبوت B. ضع علامة صح أو خطأ تتيح دلة IF في إجراء مقارنات منطقية يمكن أن يكون لها نتيجة واحدة هذه عبارة خاطئة 2. الرؤوس والتذييلات هي مواضع أعلى وأسفل كل شريحة تظهر في الشريحة الأولى فقط هذه عبارة خاطئة تظهر في كل الشرائح وليس في الشريحة الأولى فقط 3. لإدراج رسم SmartArt حدد الشريحة التي تريد إضافتها إليها أولا هذه عبارة صحيحة لابد أن أحدد الشريحة قبل أن أضيف أو أدرج رسم SmartArt 4. تحرير المخطط البياني في Microsoft PowerPoint تختلف عن تحريره في Microsoft Excel هذه عبارة خاطئة 5. المحاكاة الروبوتية هي وسيلة مهمة للتعرف على المفاهيم العملية المختلفة هذه عبارة صحيحة هكذا أعزائي نكون قد أنهينا هذا النموذج من اختبار مادة المهارات الرقمية للفصل الدراسي الثالث ألقاكم على خير بإذن الله تعالى في اختبارات أخرى جميع الاختبارات موجودة على القناة لا تنسوا الاشتراك في القناة ليس لكم كل جديد ودعمونا بالإعجاب دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته